كتاب الكوميديا مازالوا موجودين وبشكل مقصد؟ طبعا موجودين أحد مشاكل برضو الكتابة الكوميديا هي انتشار مفهوم الورش مفهوم الورش على فكرة أنا مش ضده بالمناسبة لأن أنا اشتغلت برضو مع ورش سواء من أياه مستادكم لحد النهاردة وإن كنت عندي مشكلة أن التعامل مع الورش هو الغلط من برضو المنتجين أو من السوق لأنه هم بيعتبروا أنه بدم فيه أربعة بيعملوا الشغل فأكيد هياخدوا وقت يعني ربع الوقت اللي هياخدوا شخصه هو ده مش الحقيقة هو دول هياخدوا حوالي أربعة أضعاف في الوقت عشان يطلعوا نفس النتيجة الشخص الواحد فبالتالي التعامل معين هو خط إنتاج وبنجمع مواقف درامية يعني لا ده حضرتك بتشير لشيء الحقيقة برضو يلزموا التوقف العمل في الورش السينمائية مثلا في الكتابة للسينما إنجاز العمل يأخذ وقت أطول من العمل الفردي يعني هي طبعا على حسب العمل نفسه يعني ما فيش قاعدة ثابتة ولكن اللقص ده أقوله الفكرة نفسها بتاعت إن إحنا نقول إنه في أربع أشخاص بيشتغلوا شغل شخص واحد فبالتالي هياخدوا ربع الوقت هو ده اللي فيه مشكلة ممكن على فكرة ياخدوا وقت أطول لو العمل أصعب بلس إنه هم كمان بيبقوا أربع أشخاص بيتكلموا بيتناقشوا بيفكروا فبالتالي هم أكيد يعني الشخص الواحد ده لو بيعمل شغلوا لوحده فأكيد ممكن ياخدوا وقت أكثر من اللي هياخدوا الأربع ولكن هم أكيد ممكن يطلعوا نتيجة ممكن تبقى أفضل من اللي يطلعوا شخص واحد لو خدوا وقتهم وفي نفس وقت تتقدروا على المستوى الأدبي والمادي كويس فالتعامل بس مع الوارش هو فكرة إنه هو ننجز بسرعة عشان نختصر هو ده المشكلة طب هذا عن النص ماذا عن أداء الكوميديا أداء الكوميديا للأسف برضو هو في مشكلة إنه الممثل الكوميدي تحديدا لو ما فرملش نفسه وما بقاش عارف إنه هو بيخدم حدوته وبيخدم شخصية وبيخدم عالم القصة الدرامية اللي بتقدم هنا بنتبتدي تبقى في مشكلة يعني أرجع للأسطورة فاطين عبدالوهاب إنه هو في النهاية عمر الشريف عمل كوميديا وما كرارهاش تاني يمكن غير في العمل ده بس رشدي أبوازة عمل كوميديا وهما مش كوميديانات أصلاً ولكن هو قادر يطلع منهم الكوميديا من الأداء بشكل معين من المواقف من المواقف ومن رسم الشخصية بشكل معين طب ماذا عن ما يسمى حاليا الكوميديا العائلية الفاميلي كوميديا والفاميلي دراما بالعكس ده شيء رائع جداً وبيقدم من زمان جداً جداً على الشاشة التلفزيون وإن كان ما كانش اسمه ساعتها كده يعني ولكن كان يقدم يعني من أعمال في التمانينات وفي التسعينات ويمكن قبل كده كمان حتى بطورة ميم الفيلم يعد كوميديا عائلية بشكل أو بآخر يعني فما لمحه ببساطة هو أنه كوميدي بيدور في إطار عائلي وفي نفس الوقت بيحافظ على أنه يبقى لكل الأعمار أنه إزاي اللغة الكوميديا نفسها توصل للطفل الصغير وتوصل للكبير فبالتالي لازم يبقى يعني حتى فيه في الرقابة تصنيف اسمه تصنيف عائلي اللي هو لكل أفراد العيلة فلازم تبقى حريص جداً على أنه كل شيء يقدم في هذا الإطار يقدم أنه يبقى يصلح يبقى family friendly زي ما بنسميه أنه هو يبقى صالح للمشاهدة العائلية أنه كل أفراد الأسرة يتفرجوا عليه ما يحسوش أنه هما offended أو أنه هما تمم وهجمة أنه مش مستريح هو بيتفرج يعني نتيجة أنه يعني في النهاية في أعمال تتسم بالجرأة أو الطرح المختلف ومواضيع يمكن تبقى كبيرة فدي مش بتبقى مناسبة للمشاهدة العائلية لكل أفراد العيلة إلا طبعاً في ظروف معينة أو بشكل معين وسائل التواصل الاجتماعي واهتمام الناس بيها حالياً كبار وصغيرين هل غيرت أزواء الناس؟ والله هي لها مميزات كتير وليها عيوب كتير وإحنا لسه بنكتشف فيها مع أنها موجودة في حياتنا بقى لها النهاردة سنين طويلة إيه أهم المميزات وهي أهم يعني العيوب أيضاً أقول لها حضرتك هو ساعات فيه مميزات تبقى هي نفسها العيوب يعني فكرة إنه مثلاً النهاردة بقيت بتعرف رأي الناس على طول بلا حواجز يعني إنه من أي حد يخش يقول رأيه في أي حاجة في أي وقت فأنت تسمع الرأي في لحظته، ده يمكن لم تكنش موجود زمان كنا بنعتمد يمكن على وسائل الرصد مختلفة عن السوشيال ميديا وما كانتش بتبقى دقيقة قوي برضو لكن السوشيال ميديا تكاد تكون مراية أو حتى هنسمي كده شريحة لشريحة معينة اللي هي موجودة على السوشيال ميديا باستمرار نعرف أراءهم إيه في العمل الفني أنا بتكلم هنا إنعكاس السوشيال ميديا على العمل الفني تحديداً يعني إحنا نعرف رأيهم بس في نفس الوقت ده قابل للتزيف وقابل لإنه يصنع وقابل لإنه يتفاعله فلوس علشان يتعمل وقابل لإنه يبقى نوع من أنواع الدعاية والترويج للعمل الفني نفسه يعني بمعنى مثلاً إن في عمل مقدم مثلاً على الشاشة يبقى في مجموعة من الناس بتهجمه طبعاً اللي هي اسمها لجان يعني يعني مستأجرين يعني لا يعني هو الحقيقة يعني ده موجود يعني مدفوعين دفعاً للكتابة ضد هذا العمل أو مدفوعين دفعاً للإشادة بهذا العمل للإشادة بهذا العمل بالزبط كده وأنا في رأيي هو ده برضو بناءاً على خبرة يعني في السنين اللي فاتت هو ده لا ينجح عمل ولا يفشل عمل ولكن لو العمل ناجح هو بيساعد في إنه ينجح أكتر ولو العمل مش قد ممكن يساهم إنه هو يقع أكتر بس أحياناً هذا الإجماع بيأثر على رأيي الناس مظبوط، فيه بقى وجهة نظر بتقول إنه ده بيسوق الاتجاهات في حتة معينة عشان كده بنعتبره نوع من أنواع الدعاية والترويج لكن ما نقولش إنه هو ده بقى الرأي الطبيعي أو إنه ده ترند أو إنه ده اللي الناس عايزة أو تقلق لا، هو ده بتبقى كامبين أو حملات بليها شركات مخصوصة بتعملها وإنها بتتروج للعمل بشكل معين فيباني إنه هو مناجح أو يباني إنه هو مكسر الدنيا أو يباني إنه كذا وفي العادة اللي بيعمل كده وهو ده مش حقيقي ده برضو بيباني يعني لو ده يعني لو ده مش مالوش وجود حقيقي على لكن هو طبعا ممكن يساهم في توجيه الناس إنها يبقى عنده فرصة أكتر للعمل ده إنه هو يتشاف فبالتالي بقت أغلب شركات الانتاج بتعتبر ده بند من بنود الدعاية زيها زي الشوارع أو الدورز زي الإعلانات في التلفزيون يعني هو في النهاية بيوجه برضو الناس بشكل أو بآخر لإنها تحب أو تكره عمليا